موسيقى اهلا بكم الى موجز اخبار الان اصيب 15 مدنيا بحالات اختناق ظهر اليوم جراء قصف قوات النظام السوري بالمدفعية الثقيلة يرجح انها تحتوي على غاز الكلوري السام على بلدة عين ترمى بريف دمشق يتهث بالتزامن مع هجوم عريف تشنه قوات النظام على البلدة وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف على الاحياء السكنية فيها نفذ التحالف الدولي عملية انزال جديد في منطقة التبني الوقع في الريف الغربي لدير الزور وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان واضح المرصد ان عملية الانزال كان غرضها نقل افراد من تنظيم داعش ينتمون الى جنسيات اوروبية او نقل افراد يعتقد انهم غناصر للتحالف تم زرعهم داخل داعش كشف مصدر عسكري اليوم ان القوات العراقية سيطرت على كامل مدينة تل عفر وقال المقدم عبد السلام الجبوري ان القوات المشتركة اغتحمت منطقتين حي العسكري ومنطقة غلو ومن ضمنها الصناعة الشمالية لفرض السيطرة الكاملة على عموم مدينة تل عفر انسحب انصار المخلوع صالح والحوثيون من شوارع العاصمة صنعاء بعد اشتباكات امس جرى فيها تبادل لاطلاق النار قتل على اثرها ضابط من رتبة عقيد في قوات المخلوع صالح ومسلحان من الحوثيين في تلك الاشتباكات غير المسبوقة بين الطرفين اعتقلت اليوم الشرطة البريطانية رجلا يشتبه بضلوعه في التكليف والتجهيز والتحريض على الارهاب وذلك في غرب العاصمة لندن وكان رجلا قد سيارته صوب سيارة تابعة للشرطة قرب مقر اقامة الملكة اليزابيث في لندن يوم الجمعات الماضي عد وزير الخارجي الامريكي ريكس تيلرسون ان اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ جديدة يعد استفزازا يظهر انها غير مستعدة للحوار وكانت كوريا الشمالية قد اطلقت امثلات صواريخ قصيرة المدى واكد الجيش الامريكي ان الصواريخ لم تشمل خطرا على جزيرة جوام اصيب ستة اشخاص بجروح بعد من دلع حريق في قاعدة عسكرية في اذربيجان وتسبب الحريق بوقوع انفجارات في احدى مستودعات الاسلحة وبحسب بيان لوزارة الدفاع فانه تم اجلو السكان في قريتين قريبتين من القاعدة العسكرية ولم يقدم البيان تفاصيل حول اسباب الحريق على خطى بريطانيا والمانيا دعا وزير فرنسي الى وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول سنة الفين واربعين وذكر صحيفة الاموند انه قدم مشروع قانون الى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه على ان يعرض على مجلس الوزراء في السادس من ايلول سبتمبر الى اللقاء اشتركوا في القناة